مقتطفات من كتاب خواطر لبلايز باسكال يقرأها عليكم نزار طاها حاج أحمد لا يمكن لشيء وضعنا على طريق إدراك بؤس الإنسان غير معرفة السبب الحقيقي وراء حالة الاضطراب المستمر التي يقضي بها حياته لقد ألقيت الروح في الجسد لتمكث فيه لوقت قصير وتعرف أن الجسد ليس إلا معبرا نحو رحلة أبدية كما أنها لا تملك من الزمن سوى القليل قبل أن تنفصل عنه إذ إن الضرورات الطبيعية تنزع من الزمن قصطا كبيرا ولا يبقى لها سوى القليل من الزمن المتاح للذات لكن هذا القليل المتبقي عسير للغاية ويضايقها على نحو غريب حتى إنها لا تفكر إلا بمضيه إنه لعذاب عظيم أن يضطر المرء لقضاء الوقت مع نفسه مفكرا في ذاته وهو إذاك لا يحرص على شيء قدر حرصه على نسيان نفسه وترك الوقت القصير والثمين يهدر دون تفكير مهتما بأمور تشغله عن التدبر فيه إنه أصل كل المشاغل المرضية للإنسان ولكل ما ندعوه ترفيها أو مضيعة للوقت حيث لا غرض لنا منها إلا ترك الوقت ينضي دون الإحساس به أو بالأحرى دون أن نستشعر به ذواتنا كما نسعى من خلال فقدان هذا القصط من حياتنا إلى تفادي المرارة والقرف الداخلي الذي يصاحب حتما الاهتمام الذي كنا نصبه على أنفسنا خلال هذا الوقت لا تجد الروح في ذاتها ما يرضيها بل ولا ترى إلا ما يكربها حين تفكر في الأمر وهذا ما يجبرها على الانفلات خارجا والبحث عن فقدان ذكرى حالتها الحقيقية من خلال الانهماك في الأمور الخارجية فغبطتها تكمن في هذا النسيان ويكفي جعلها ترى ذاتها وتكون معها لتصبح بئيسا إننا نحمل الإنسان منذ الصبا عبء صون كرامته وثرواته بل وحتى خيرات وكرامة أسلافه وأصحابه ونكبله بدراسة اللغات والعلوم والرياضة والفنون نكلفه بمشاغل شتى نفهمه أنه لن يصير سعيدا إذا لم يحرص بمجهوده وعنايته على صون ثروته وشرفه وكذا ثروة وشرف أصدقائه وأن اختلال أي من هذه الأشياء سيردي به تعيسا وهكذا نشغله بأعباء ومهام تؤرقه من مطلع الفجر ستقولون يا لها من طريقة غريبة لجعله سعيدا ما الذي يمكن فعله إذن لنجعله تعيسا اسألوا أنفسكم ما الذي يمكن فعله لا ينبغي سوى إزالة هذا الحمل عن كاهله لأنه مذاك لن يرى ويفكر إلا بذاته وهذا ما لا يمكنه بأي شكل تحمله وحتى إن تبقى له بعض الفراغ بعد كل تلك الأعباء التي تحملها سيحرص على تضيعه في الترفيه الذي يشغله ويسرقه بدوره من ذاته وعليه كلما انشغلت بمختلف اضطرابات الإنسان وأزماته والمخاطر التي يتعرض لها في ساحة المعركة سعيا وراء رغبات طموحة تولد صراعات وأهواء ومشاريع خطيرة ومؤذية قلت إن الشر الذي يلحق الإنسان يأتي من عدم قدرته على البقاء مرتاحا في غرفة إن شخصا يملك ما يكفي لسد حاجاته إذا عرف كيف يبقى مع نفسه فلن يغادرها أبدا إلى البحر أو إلى أي مكان آخر وإذا كنا نبحث فقط عن العيش ببساطة عندها لن نحتاج للقيام بكل تلك المشاغل الخطير ولكن حين نظرت عن كثب وجدت أن بعد الإنسان عن السكينة وصعوبة البقاء مع ذاته يأتي من سبب فعلي إذ يعود إلى شر وضعنا الطبيعي الضعيف والفاني ولبؤسنا الذي لا عزاء لنا فيه حين لا يمنعنا شيء عن التفكير به وحين لا نرى شيئا إلا ذواتنا لا أتحدث إلا عن أولئك الذين ينظرون لذواتهم بغير من ظار الدين إنه لمن معجزات المسيحية في حقيقة الأمر أنها تصالح الإنسان مع ذاته عبر مصالحته مع الرب كما تجعل التفرس في ذاته محتملا وتجعل من العزلة والسكينة مستحبين للكثيرين أكثر من الاضطراب وباقي مشاغل البشر ألا تنتج من إيقاف المرء في ذاته أثارها الأكثر إبهارا؟ ولا تفعل ذلك إلا بإيصاله بالرب ودعمه في شعوره بالبؤس عبر تطلعه لحياة ثانية ستحرره كليا ولكن لأولئك الذين لا تحركهم سوى طبيعتهم فمن المستحيل أن يبقوا في هذه الراحة التي تتيح لهم أن يتفرسوا في ذواتهم دون أن يهاجمهم الحزن والأسى ذاك الذي لا يحب إلا نفسه لا يكره شيئا قدر كرهه البقاء وحيدا مع نفسه فهو لا يبحث عن شيء إلا لنفسه ولا يهرب من شيء قدر هروبه من نفسه لأنه حين يرى نفسه لا يراها كما كان يرغب أن تكون ويجد فيها كما من الآلام لا مفر منه وفراغا ماديا وحقيقيا يصعب عليه ملءه فلنختر أي حالة نشاء ونجمع فيها كل ما نريد من الخيرات والملدات التي تظهر قادرة على إرضاء أي إنسان إذا كان هذا الإنسان الذي سنضعه في هذه الحالة بلا مشاغل ولا ترفيه مفكرا في ماهيته فإن هذه الغبطة القاهرة لن تنتشله مما هو فيه سيقع بالضرورة في تصورات سوداوية عن المستقبل وإذا لم نشغله خارج ذاته فسيغدو بالضرورة تعيسا أليست الكرامة الملكية عظيمة في ذاتها بحيث تجعل الذي يمتلكها سعيدا بمجرد النظر لما هو عليه أيجب إلهاؤه عن هذه الفكرة مثل ما هو الحال بالنسبة للعوام أنا أرى جيدا أن نجعل الإنسان سعيدا يكون في صرف نظره عن بؤسه اليوم حتى يشغل فكره كاملا بالانشغال بالرقص الجيد ولكن هل سيبلغ درجة الملوك وهل سيكون أكثر سعادة في علاقته بتسليته التافهة أكثر من التفرس في مشهد عظمته ما هو أكثر شيء مقبول يمكن أن تنال روحه ألن يكون في هذا كبحا لسعادته وانشغالا لروحه عن التفكير في ضبط خطواته على إقاع حالة أو وضع ما بشكل متقن بدل تركه مستمتعا في سكينة تأمل العظمة المستفيدة المحيطة به عندما نحوض التجربة ونترك ملكا لوحده بدون إرضاء لحواسه بدون حرص على روحه وبدون رفاق مفكرا في ذاته فقط سنرى أن ملكا تأمل في نفسه هو رجل بئيس أيضا تماما كغيره من الرجال وحتى بتفادي هذا بعناية سيتواجد دائما بجانب الملوك عدد كبير من المرافق همهم تسلية الملوك بعد مشاغلهم مهمتهم ملاحظة أوقات الفراغ وملؤها بما لد من المتع والألعاب حتى لا يبقى ثمة من فراغ أي أنهم محاطون بأشخاص مهتمون للغاية ألا يبقى الملك وحيدا في حالة تأمل ذاته علما منهم أنه عرضة للبوتس فكل ملك تعيس هو ملك فكر في ذاته إن الشيء الجوهري الذي يدعم الإنسان أمام أهواله الكبرى والمعذبة هو أنه يصرف عن التفكير في ذاته دائم احذروا من هذا ماذا يعني أن يكون المرء رئيسا وزيرا أو حتى وزيرا أول غير أن يمتلك عددا من الناس المحيطين به مهمتهم أن لا يترك له ولو ساعة واحدة في اليوم حيث يمكن أن يفكر في ذاته وعندما يفقد الملوك عزيمتهم ويبعث بهم إلى منازلهم في الأرياء حيث لا ينقصهم لا الخيرات ولا الخدم ليوفر حاجياتهم وحتى لا يترك لهم الفرصة ليصبحوا تعساء لغياب المانع من التفكير في الذات من هنا جاء انشغال عدد من الأشخاص بالألعاب والقنص ووسائل الترفيه الأخرى التي تشغل حيزا كبيرا في روحهم ليس لأنه نالك سعادة فيما يمكن الحصول عليه في هذه الألعاب ولا في تصور الغبطة الحقيقية في المال الذي يمكن جنيه من المراهنات أو في الأرنب البري الذي يقتنصونه لن نرغب بهذا الأرنب أو هذا المال لو كان ممنوحا دون جهد ليس هذا الاستعمال الرخو والسلبي والذي يجعلنا نفكر في وضعيتنا التعيسة هو ما نبحث عنه في التسليف ولكن الهم هو الذي يصرفنا عن التفكير في دواتنا من هنا جاء حب الإنسان للصخب والضضاء في العالم فالسجن بالنسبة له عقوبة مريعة وتمت القليل من الناس فقط من يقدرون على معاناة العزلة هذا كل ما تمكن الإنسان من خلقه ليسعد نفسه والذين يتسلون بإظهار تفاهة وانحطاط تسلية الإنسان يعرفون جيدا حقيقة جزء من بؤسهم لأنه بؤس أكبر من القدرة على التسلية بأشياء خسيسة وكره لكنهم لا يدركون الجوهر الذي يجعل بؤسهم ضروريا ما لم يسلموا من البؤس الداخلي والطبيعي الذي يشترط عدم القدرة على معاناة النظر إلى ذات لو أن شخصا اشترى هذا الأرنب البري ما كان ليمنع عنه الرؤية ولكن القنص يمنعها وحين نلومه على ذلك أي على بحثه المستميت الذي لن يرضيه وأنه ليس ثمة ما هو أدفه وأدنى مما يبحث عنه لو أن استجابته كانت سليمة ومفكرا فيها لوافق ولكنه يعترض قائلا أنه لا يبحث سوى عن ملهات عنيفة وشديدة ليصرف نظره عن ذاته ولهذا يقترح على نفسه شيئا جذابا يغريه ويشغل وقته ولكنه لا يجيب حتى بذلك لأنه لا يعرف نفسه إن رجلا نبيلا يعتقد صراحة بوجود شيء عظيم ونبيل في القنص سيقول أنها متعة ملكية تماما مثل باقي الأمور التي تشغل الناس نحن نتخيل بلغ شيء صلب وحقيقي فيما نبحث عنه نقنع أنفسنا أننا إذا ما بلغناه سنرتاح مستمتعين ولا ندرك طبيعتنا الجشعة وصعبة الإرضاء نعتقد أننا نبحث بحق عن السكينة ولكننا لا نبحث في الحقيقة إلا عن الاضطراب يمتلك الإنسان غريزة سرية تجعله يبحث عن الترفيه والانشغال في الخارج والتي تنبع من الإحساس الدائم ببؤسه الأبدي ويملك غريزة أخرى سرية بدورها استمرت معه منذ حالته الطبيعية الأولى تجعله هذه الغريزة يعلم أن السعادة لا توجد خارج حالة السكينة ومن هاتين الغريزتين المتضادتين يتشكل مشروع ضبابي يتوارى عن نظره في جوهر روح والذي يجعله يرنو للسكينة عبر الاضطراب وليدرك دائما أن الرضا الذي فقده سيسترجعه إذا تجاوز بعض المصاعب التي تقف في الطريق عندها يمكن أن يقتحم أبو أبا السكينة وهكذا تهدر الحياة كلها نبحث عن السكينة عبر تجاوز بعض العقبات وما إن تجاوزها حتى تغدو السكينة ذاتها غير محتملة إما أن نفكر بالمآسي التي أصابتنا أو تلك المحدقة بنا وحتى حين نعتقد أننا محصنون من ذلك كله لن يترك الضجر فرصته ليستعرض نفوذه وتجبره ويخرج من أعماق القلب حيث تمتد جذوره ليدس بالعقل سمومه علينا أن نعترف إذن أن التعاسة بلاء مكتوب على الإنسان بحيث قد يضجر دون أي سبب خارجي بل حالته الطبيعية كفيلة لوحدها بجعله ضجرا هو بالتالي ضعيف وخفيف للغاية بحيث أنه أمام ألف سبب جوهري للضجر يكفي أقل أمر تافه ليرفها عنه وإذا فكر في هذا بجدية سيتدمر من كونه يرفه عن ذاته بأشياء سطحية وحقيرة أكثر مما يتدمر من مآسيه الحقيقية وهذه الترفيهات هي أقل وجاهة ألف مرة من ضجره كيف لرجل فقد ابنه الوحيد وبعد أن كان في الصباح يبكي ويلعن قدره كيف له أن يضحك في المساء لا تستغرب إنه الآن مشغول بمحاولة تخمين المكان الذي سيهرب منه الأيل الذي تطارده كلابه منذ ست ساعات لا يلزم أكثر من ذلك للإنسان مهما كان كربه عظيما إذا نجحنا بالترفيه عنه مؤقتا سنراه سعيدا لذلك الوقت ولكنها سعادة مزيفة ووهمية لأنها لا تأتي من امتلاك شيء مادي وحقيقي ولكن فقط من خفة روحه التي تنسيه ذكرى معاناته الحقيقية لتربطه بأشياء بخصة وتافية لا تستحق أن يتورط فيها إنها لغبطة مرضية ومسعورة لأنها لا تدل على صحة روحه وإنما على اختلاله إنه يضحك ضحكة خبل ووهم لأنه أمر غريب أن تفكر فيما يعجب الإنسان في اللعب والله وعلينا الاعتراف أنها بشغلها للنفس هي تلهيه عن آلامه وهو أمر حقيقي ولكن هذا لا يحدث إلا لأن العقل يصنع موضوعا وهنيا لشغفه فيتشبث به ما هدف أولئك الذين يلعبون كرة المضرب في رأيكم بتركيز كبير وانهماك جسدي أكبر إن غرضهم هو التباهي أمام أصدقائهم في اليوم الموالي بأنهم لعبوا أفضل من المنافس وهذا سر ارتباطهم باللعب والأمر سيان بالنسبة لأولئك الذين يعرقون في مكاتبهم ليظهروا للعلماء أنهم قد حلوا مسألة جبر معقدة لم تحل قبل ذلك من قبل وهو أيضا حال أولئك الذين يعرضون أنفسهم لمخاطرهم في حل منها ليتباهوا أنهم بمكانة لا يستطيع غيرهم بلوغها بشكل يوحي بالبلاهة في رأيه وفي النهاية هناك أولئك الذين يستهلكون ذواتهم لملاحظة كل هذه الأمور لا ليكتسبوا منها الحكمة وإنما فقط ليتباهوا بأنهم أدركوا عبثها وهؤلاء هم الأكثر خبلا لأنهم مخبولون رغم معرفتهم كان حريا بهم عدم التفكير بأحد إذ امتلكوا هذه المعرفة ذاك الذي يمضي حياته بلا ضجر في اللعب والمراهنة كل يوم بأشياء قليلة سيغدو تعيسا إن منحناه كل يوم ما يكسبه شريطة ألا يلعب قد نعتقد أنه يبحث عن متعة اللعب وليس الربح ولكنه إذا لعب من أجل لا شيء لن يتحمس أبدا وسيمل ولا يبحث عن اللعب وحده إذن لأن متعة مستمرة وبلا حماس ستشعره بالضجر ينبغي أن يتحمس وأن يحفز نفسه عبر تخيل أنه سيصير سعيدا بربح ما كان ليرفض أخذه شريطة ألا يلعب إنه يصنع لذاته موضوع شغف يثير رغبته وغضبه وذعره وأمانه وهكذا فإن ما يرفه عن الإنسان ليس فقط أمورا خسيسة هي أيضا مخادعة ومزيف أي ترتكز على أوهام وخدع لم تكن لتشغل عقله لو لم يفقد حس وطعم الخير الحقيقي ولو لم تكن روحه قد امتلأت خسة وتفاهة وخفة وكبرا وعدة مثالب أخرى هذه الأمور لا تخفف بؤسنا إلا لتصنع بؤسا وشقاء أكثر حضورا وواقعية لأنها ما يمنعنا حقا من التفكير بذواتنا ويجعلنا نضيع وقتنا هباء دونها كنا سنمل وهذا الضجر كان سيبحث عن مخارج حقيقية ولكن الترفيه يخدعنا يسلينا ويرمي بنا بلا إدراك إلى الموت لما عجز الإنسان عن علاج الموت والبؤس والجهل ارتأى أن لا يفكر بها ليصير سعيدا إن نسيان هو كل ما اخترع الإنسان ليعزي نفسه أمام كل هذه الآلام يا له من عزاء شقي لأنه لا يشفي الآلام بل يخفيها لبعض الوقت وهو إذ ذاك لا يجعلنا نعالجها حقا وهكذا بعد تحويل طبيعة الإنسان صار الضجر الذي كان مأساته الحقيقية قير حليف له بطريقة ما لأنه يجعله يبحث عن حل حقيقي والترفيه الذي كان ينظر له كحليف صار الشر المحدق به لأنه يبعده أكثر من أي شيء آخر عن البحث عن علاج لآلامه وهذا دليل على بؤس الإنسان وفساده وهو كذلك دليل على عظمته لأن الإنسان لا يضجر من كل شيء ولا يبحث في كل شيء عن مشاغل محتمل إلا لأن فكرة السعادة الضائعة تشغل باله وهذه السعادة التي لم يجدها داخله يبحث عنها بلا جدوى في أشياء خارجي دون أن يستطيع تلبيتها لأن السعادة ليست داخلنا ولا في باقي المخلوقات وإنما في الرب وحده ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة